اشتركوا في القناة 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 يعني هو اصلا الاخطاء هو ارتكب كوارث تحكمية كوارث يعني انا شفت امبرح محلل تحكيمي بيقول او حد في لجنة التحكيم طلع يدافع عن كابتن ابراهيم مردين بيقولك لك مرتكبش للخطأ واحد بس احدا باحتسابك احدا باحتسابك لجزاء يعني انت ما تحسبش ضرب الجزاء في اول دقيقة في اول دقيقة ضرب الجزاء واضحة والفار يناديك الدكتور مصطفى متحت يعني كابتن ساميرو عثمان في التحليل التحكيمي على كناة انتايم اداله رجل المباراة يعني لحكم الفار لانه هو كان بيجيبه بيجيب له لقطات ممتازة والحكم ابراهيم نور الدين بيرفض احتساب راكلة الجزاء يعني الفار بيناديك وانت عايز اقول لحدك على كابتن ساميرو عثمان طلع قال لتلات حكام في السنتين اللي فاتوا حب نفسك خليك اناني مين بقى التلاتة معانا على الصورة مباراة الزمالك وسموح الحكم محمد معروف في مطش الزمالك وصراميكا والتالت الحكم جهاد جريشا ده هنا كان ده جهاد جريشا كرة طريق حامد بالكوع مع عبدالله السعيد اللي هي كان فيها كارت احمر دي في مباراة الزمالك وبراميز ده الحكم جهاد جريشا هات اللي بعدها كمان ده الحكم محمد معروف كابتن ساميرو عثمان قال له حب نفسك اكتر دي كان في انظار بتاع زكريا الواردي في مباراة الزمالك وصيراميكا والمباراة الثالثة كانت المباراة الأخيرة بتاعت الزمالك واسموها الحكم إبراهيم نور الدين. الغريب أن في الثلاث ماتشات بصراحة يعني لنادي الزمالك أن الثلاث أخطاء كانوا لنادي الزمالك مع عمر ناش شفنا أخطاء تحكمية بهذا الشكل لنادي الأهلي فده بس اللي إحنا بس يعني زعلنين منه أو اللي يتدايق على فكرة الأهلي لنادي الأهلي متصدر الدوري بس الكورة مش مضمونة مفيش حد يقولك أن الأهلي حسم مفيش حاجة اسمها أن الأهلي حسم الدوري ديكورة جماعة ممكن في ماتشين أو ماتش زي ده يرجع المنافسة تاني أو يرجع ديكورة مفيش حاجة اسمها أن الأهلي حسم الدوري لسه بدري جدا فأنت لازم تدي لكل فريق حقه هو مش في يوتشر اللي هو التاني ده مش حقه أنه هو يلعب دورة بطال أفريقيا ومال هو صارف ودفع فلوس وجاب صفقات ومش عايز يبيع صفقات ومش عايز يدينا مثلا بعض اللعيبة وبيحافظ على الفرق وكده فحقه أنه هو ياخد التاني ادي لكل فريق حقه الحكم بتاع المباراة ده زي القاضي القاضي مفروض بيحكم بالعدل تفرجع البيت الكتير كتير البيت الكتير كتير فمفروض القاضي هو ده مفروض قرارات الحكم يكون كده مفيش حاجة اسمها أن حكم الفريناديك مصر كلها مش هقولك محللين تحكميين ولا قناة ده مصر كلها شايفة أن اللعبة ضرب الجزاء وأنه الدايس على رجل هات اللعبة أو هات الكرة هتلاقي أنه هو دايس على رجل حسام حسن واضحة جدا يعني الحكم إبراهيم نور الدين والمصيبة الكبرى أنه هو طالع بعد المباراة بيعلق على القرارات التحكمية يعني والغريب كمان أن المخرج غم الصورة يعني وقعد يقولك اتحاد الكرة بيصرف وحيجيب خاصية جديدة مش حيجيب خاصية جديدة ده 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 خاصية الظلام والله يعني أنا مش عارف بصراحة يعني أنت جاي وجاي بخاصية جديدة الرجل على الرجل الرجل على الرجل والرجل دايس طبعا وعلى فكرة هو نحيب لو خداش بصيك جوه هتلاقي أنه هو جايب لإبراهيم نور الدين الصورة واضحة هو جايبها تقريبا ده مخرج مباراة فهو لو يعني الكرة على الكرة اللي احنا نعرفه في كرة القدم على قد علمنا يعني في الاربعين خمسة واربعين سنة اللي الواحد كان بيلعب فيهم كرة الفترة اللي فات أو يعني قريب من مجال الكرة على قد علمي إن الكرة لما برجل على بتبقى على الرجل بتبقى فاول وطالما جوه منطقة الجزاء تبقى على الجزاء ومين اللي لعب الكرة مهاجم سموحة اللي هو حسن حسن يعني كمان مش اللي لعب الكرة مدفع الزمالك لا ده اللي وصل للكرة كل الشروط بتاعة ضربة الجزاء موجودة كمان اللعبة التانية بتاعة ضربة الجزاء اللي هي التانية بتاعة محمد مغربي لما واقع حكم الفرن ده له وقال له إيه قال له تحالك الكرة مش ضربة الجزاء هو حسبها ضرب الجزاء ده هو عمل كارسة تاني ان هو صفر مداش اتاحة فرصة للعبة يعني انت كمان عطلت اللعبة يعني انت ضيعت على الزمالك هدف كانت ممكن فرصة ما تحسبهاش لسه هتشوف ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء مفروض ادي اتاحة فرصة لغاية اما اللعبة تكمل للاخر وبعدين هصفر هو بقى هنا الكرة جاء في رأسها جاء في رأس محمد مغربي هو مشاير صورة على صفحته المصيبة الكبرى كمان ان هو مشاير صورة على صفحته وكاتب ان هي ايه ان هي جاية في ايده لا الالعاب ديت بتجيبها بالفيديو مش بتجيبها بالصور لان اللعبة دي بالذات في بعض الالعاب في كرة القدم بتحتاج فيديو عشان تشوف هي جاد في رأسه ولا في ايده هي جاية في رأسه تمام فطبعا هي مش ضرب الجزاء يعني مش ضرب الجزاء خالص اي اخ ضرب الجزاء اي اخ ما تقولش كده عيب فهو للأسف حسبها وغير كده يعني من اللي حيحاسب بقى ميزة كلاتن برجي هنا كان بيطلع ايه نشوف بعد الجولة يحاسب يقولك ده الحكم اغطأ في كذا وكذا وكنت تشوف الحكم ده بيبعد شوية متشين تلاتة تلاتة أربعة متشوار كريم هل انت مع انه ان احنا يتم نشر المحادثات ما بين الحكام ولا لا اه طبعا احنا كنا ماشيين على سيستم موفقة يا كبت اسلام احنا فضلنا سنين ماشيين مع رئيس لجنة الحكام المصري او حتى نحس التطور في التحكيم لما ندينا بضرورة تعيين رئيس لجنة حكام اجنبي ما كانتش يعني افتكاسة ولا كانتش اختراع ولا كيميا ولا حاجة لانا احنا اقتبسنا هذا الامر من دول سبقتنا واحنا حتى استشهدنا به الدوري السعودي لما استخدموا كلنا ان هو يزبط لهم لجنة الحكام هناك وفعلا الدوري السعودي نهاردة خلاص يعني فعلا بقى في حتة بعيدة جدا بقى في فجوة فجوة بين الكرة المصريية وكرة السعودية كرة السعودية تطورت بشكل فضيع للغاية حتى على مستوى الاداية جيك لاتنبرج في اول تجربة لنا مع رئيس لجنة حكام اجنبي اكيد طبعا ليه مميزات ولو عيوب بس الاكيد الاكيد ان الجميع كان حاسس ان ما فيش تربص بحد وان الرجل فعلا على مسافة واحدة من الجميع وفعلا بيحاول يعني يساعد ويطور المنظوم مليون في مئة في اخطاء بس الرجل كان بيشتال كويس وكان فيه تطور والتجربة كانت نجحة فعلا واحنا هنا في القناة هنا حذرنا وقلنا نيك لاتنبرج هيتم محاربته بكل صبل الممكنة عشان التجربة بتاعته ما تنجحش بسبب الخناعة الكورسي دي الحقيقة وبالفعل نجحت بعض المجموعات داخل الحكام او لجنة الحكام او الحكام الادام انه هم يتفشوا الرجل والغليب جدا جدا بصراحة المفهموش فعلا مش فهمو الاستاذ سروا السويلم كل شوية يطلع انا شايف ده فاشل ده مش عارف ايه ده ايه والتحكيم الاجنابي ما ينفعش يمسك يا راجل يا راجل ممكن طبعا كل واحد اكيد حرف وجهة نظره انما لما حد يشوف يعني سواد سواد ويطلع يقول لا 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 ده الدنيا حلوة لا انا اسف انا اسف ده تصراحات مضللة انت هنا بتضللنا لايه سيب بقى الله اعلم ما اعرفش كل واحد بقى ايه ونيته انما الاكيد ان انا ده الوقات خسرنا تجربة جيدة كانت مش راكل كويس النهاردة انا بصراحة طبعا طبعا لما حد يجي يقول لي رئيس لجل حكام اوكي بورتغالي لما جا كارنوب رئيس لجل حكام انجليزي انا ما اعرفش مش عايز احكم على الراجل قبل ما يجي بس مليون في المئة مليون في المئة ان عدم ازاعة الحديث المبين الفار ومبين التحكيم هيخلي ايه واحد متابع يقول لك اتعنوك اعايز تخبيه متش عايز تنشور ليه لان انت اكيد في حاجة كانت ممكن لو ناس سمعتها اااااااااااااااااااااااا مشكلة وزي ما ساب بيقول واحدة من النقطة العادل كان تلادنبرج بيعملها ان اي حد بيغلط بيتعاقب وبالتالي انت بترسي مبدأ تعليمي عند باية الحكام خلي بالك اشتغل كويس واشتغل لنفسك وكبر اسمك ما تبصش لأي حاجة تانية ملف التحكيم كانت الاسلام في مصر ملف خطير للغاية وملف انا اسف انا اسف انا اسف مش عايزين نوصل للدرجة ان احنا نحس ان بدأ فيه ما يشبه ما يشبه المافيا اللي عايزة تسيطر عليه لا لازم الموضوع يبقى واضح وفيه شفافية للجميع فيه تجربة ناك هندعمها انما النهارده مع كامل احترام هاي المساكدة تصقفت تحت والكاته يجي من الغندور طلعوا انتخدوا تجربة تلاتنبرج اوكي يا جماعة تلاتنبرج كانت تجربة سيئة وفشلة مت في ايه السؤال هنا بقى المنظر اللي شوفناه في مطش الزمالك واسموحة ده اللي انتو عايزينه ده سؤال مهم اوكي احنا مت فين كلامك صح السؤال هنا الشكل اللي انت شفته فماتش يسموحة والزمالك وطبعا ما عاكيب احترام شباس ما حاتش يقول اصلي كريم عايز اهل اكسب الدوري والاهل الاهلي بعيد عن الزمالك خلينا برده نتكلم كلام موقعي الزمالك حاليا انا بتكلم انا على تطور المنظومة للتحكيم والله قبل الكني اعتبر تطور الكور وصراحة يعني نشوف كرة السعودية لازم نغير النهاردة ندي الزمالك بعيد فيه فجوة ما بينه بالندي الاهلي في المنافسة خلص ندي ندي الزمالك بعيد شوية وهو واضح جدا ان البوع ده هيستمر ليه بقى فيه مشاكل فريق عنده طيب المنظر يا كابتن عصام ويا كابتن جمال اللي حصل في ماتش يسموحة والزمالة هو ده اللي انتو عايزينه للتحكيم المصري طيب انا هقول حاجة تانية عشان بس نية في الحد ليه لمدة عشر سنين لن يصلح اي حد من الجيل الحالي للحكام مصري عشان نقفلها لاي حد عند طلعات انه يقعد على كرسي رئيسك الحكام في مصري مفيش ولا حكم مصري يصلح ايه بقى الدليل نجيب دليل بقى كابتن جهات جيريشا لمجرد انه هو قال وجهة نظر يا كابتن اسلام في التحكيم الكابتن ابراهيم نور الدين في ماتش الزمالك واسموحة يا دكتور سابت طلع الكابتن ابراهيم نور الدين قال له ايه في تصريح قال له بشكل ساخر على احدى المواقع والتصريح منتشر وكتب على جوجل انا هقوله قال له مش انا قلتلك يا شيخ حسني ده رد الكابتن ابراهيم نور الدين على تحليل الكابتن جهات جيريشا وسابت من شوية قال نقطة مهمة قال ان الكابتن جهات جيريشا كان له اخطاء في بعض المبارات لما كان بيحاكم ده يباين لك يا كابتن اسلام ده يباين لك ان الحكام مع بعض انا اسف يعني انا اسف عارفين خطايا بعض فالتالي بيقول له ايه انتصحيت يا شيخ حسني ده يباين لك انا اذاك وكل واحد هو فيه لمسة اليد بتاعت احمد سامي هو فيه معلوش هو ينفع ان انا اطلع في برنامج تلفزيوني انا احكم دلوقتي قادي قادي رياضي في الملع ينفع ان انا اطلع في برنامج تلفزيوني اقول لك معلوش انا اقول لك انا كده كده حبطل يكون بيكلمني مثلا يقول لك كده كده حبطل عشان انا هاجي اشتغل معك بعد اسبوعين تلقيته بعد شوية حتى لو على سبيل يقول لك ايه انا باهزر فيش حاجة اسمها كده لا طبعا وفي حاجة اسمها ان حد يطلع يتكلم كده سيبنا من كل ده وينفع حد يطلع يقول ان كابتن جمال الشريف قامة كبيرة وحاجة يعني محترمة جدا ويعني نتفعل نختلف معاه ولكن قامة كبيرة هل ينفع تقول على كابتن جمال الشريف انه هو رجل محترم ومعندوش اغراض يعني كل اللي بيقوله عكس اللي انت بتقوله كلام مش منطقي وكلام ما يصحش انا مستغرب جدا الحقيقة من كابتن ابراهيم نور الدين ومستغرب من رد فعله ومستغرب من رد فعل لاجنة الحكام كابتن محمد فارق وكابتن توفيز سعي وكمان حاجة لكابتن السلام المجموعة الحالية حتى لو احنا طبعا بلكان على فنين وهم داخل المقر في مشاكل كبيرة جدا ايه دائريا ما يصلحه الادارة دي حاجة تاني يعني المدير ده ده حاجة تاني خالص محتاج سكيلز تانية ومحتاج دراسات اخرى ومحتاج حاجة تانية خاشن يعف دي احنا كل الحكام اللي تقلدوا منصب رئيس لجنة الحكام المصرية انا اسف انا اسف لا يفكوه الشيء في الادارة هم الكويسين في التحكيم شوية حلوين شوية وحشين عادي زي لعبة الكورة انما لا الادارة دي شنجيب رئيس لجنة الحكام مصر مولى عشر سنين شنكده احنا قلنا محتاجين رئيس لجنة حكام اجنبي يعلمكم يعلمكم دي فايدة مننا لكم هقول لكم مصيحة يعلمكم ازاي تديره لان انتوا لا تصلحوا ما تعرفوش مش عندكم القدرات وما عندكوش الملكة كمان فاحنا النهاردة عشان نخرج يا كابتن اسلام من الشكل اللي شفناه في الاخطاء الاخيرة في مورات زيك وسموها الله اعلم انا بصراحة دوارتي ده انا معرفش كل امانات اوكي هم اختروا ايا كان الاختيار في الاخر احنا اللي هيفرق الشغل شغل في الملحة الشغل هو اللي هيفرق هنشوف الراجل اشتغل كويس وكمل هنقول كل صراحة كلاتنبرد كان ناجح كلاتنبرد كان ناجح كان تجربة ناجحة جدا وراجل كان واضح وصارم جدا وما بيهزرش ما حد قولا كان بيصاحب حد صحيح ما كانش اي حد كان يعرف ثلاثم من جوة حد الكرة كنا نسأل يا جماعة ثلاثم من صاحب حد ولا من صاحب حد شغل من حد يعني اه اه انا عام الشغلي فنتمنى ان احنا نشوف الرجل البرتغالي ده على نفس المنوال على نفس الشاكلة وتاني بكل امانة يا جماعة يا جماعة غيروا غيروا على كورتكم غيروا على كورة على الكورة في مصر احنا بنتأخر احنا بنرجع النهاردة الحاجة الوحيدة الحاجة الوحيدة اللي رفع رأسنا شوية في الكورة قدام العالم الاهلي الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا نرفع رأسنا نقول اه يا جماعة احنا نروحنا لعبنا اخصرنا اربعة اربعة بس حاولنا بنحاول احنا معناش نفس امكانياتكم معناش نفس امكانيات برا في نفس الوقت ياريت على كل المنظومة اتحاد الكرة الحكام غيروا على كورة بلدكم لو انتم فعلا بتقول بس شعارات الكرة في مصر واسم مصر انت انت نهاردة في ايدك ترفع التحكيم في مصر انت ما بترفعش حاجة وبتشتغل غلط وطلع تتريع على زمينك وبتتريع على بس طيب هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل بقى هنتكلم عن المبارات الاقلي والهلال بعد الفاصل الكوميدي الحقيقة او يعني هي كوميديا سوداء زي ما بيقولوا فيما يخص التحكيم واللي بيحصل الحقيقة في التحكيم في مصر لانه زي ما كريم احمد قاله وبعدين حدش فهم حاجة ولا حد عارف حاجة ولا هو بس ان ممكن حد يطلع يتكلم على الشاشة مع حد حكم يطلع يتكلم بهذا الشكل اعتقد ان ده شيء صعب جدا وهو مرتكب اخطاء يعني مصر كلها او كل الخبراء اللي موجودين اجمعوا عليها ولأول مرة ولأول مرة نطلع فاصل وبعد الفاصل الاهلي والهلال من خلال شاشة البيت الكبير اهلا وسهلا بحضراتكم مر اخرى ازائي المشاهدين كيف يلعب الهلال هتحطونا الاول ترتيب الدوري السوداني مش كده خلينا نقول في الاول النادي الاهلي تاريخيا مكسبش الهلال في السودان ولا مرة فاحنا بنطمح للفوز الاول ان شاء الله على الهلال السوداني دي هتبقى حاجة هتحسب للعابة النادي الاهلي وهتحسب لمارس الكولر نبدأ الاول بالترتيب اللي جاهزة جماعة نجيب التشكيل حتر طبعا هم بيلعبوا مع المدير الفني فلورانت ابنجي اللي هو المدير الفني اللي كان ماسك فيتا كلوب قد التشكيل قدامنا كان ماسك فيتا كلوب ونهضة بركان والكونو بيلعبوا بيقل الاربعة تلاتة تلاتة دي تشكيلهم المتوقع والقرب قدامنا نجيب التشكيل هنا علي ابو عشرين في حراسة المرمة الاثنين المساكين احمد يحيا هو اللي هيدخل نتيجة ايقاف المدافع اللي حصل على كارت احمر فاحمد يحيا هو الارب او محمد سعيد نحط بقى دايرة على عثمان ديوف المدافع السنغالي اللي تعاقدوا معاه في كاس افريقيا للمحليين واحد من اللاعبة الممتازة اللي جايين من منتخب السنغالي اللي هو المدافع عثمان ديوف نحط دايرة برضو على ابراهيم امورو اللي هو الباكليفت الغاني دول يعتبروا احسن اتنين ومهمين جدا في عملية البلد أب بتاعهم سواء عثمان ديوف السنغالي او ابراهيم امورو الباكليفت الغاني اطهر الطاهر باك يمين سموحة بيلعب نحية اليمين ولي الدين خضر اللي ارتكاز قدامهم هو اللي قدام الارتكاز الدفاع اللي قدام الاربعة الاتنين اللي بيكملوا القدام ديفت اباجنا وده جاي من منتخب غانا للمحليين برضو كان بيلعب في بطولة افريقيا للمحليين وعبد الجليل اجاجون موجود معهم من السنة اللي فاتت لا اللاعب النيجيري الاتنين اللي قدام مكابي للوبو هو الجناح الايسر القادم من فيتا كلوب الكنغولي واحد من اللاعب اللي عندها سرعات ممتازين جدا والماتش اللي فات في سندونز كان بيلعب نحية اليمين احنا متوقعين انه هو في مباراة الاهل هيلعب نحية الشمال وحيدخل ياسر متزمل اللي هو رقم تسعة اللاعب السريع الجناح السريع اللي عامل تلاتة اسست في البطولة وقدام محمد عبد الرحمن المهاجم اللي مسجل هدفين في البطولة واحد من الاسلحة المهمة جدا طيب نروح بقى للحالات وعايزين نشوف ازاي فريق طبعا احنا نجيبين لحالات من مباراة سندونز لان بصراحة مستوى الدور السوداني لا يرتق ان احنا نقارنه به مستوى دوري ابطال افريق مباراة الاهلال وسندونز يا كابت اسلام كانت فيها مؤشرات كتيرة جدا جدا على شكل اتفاع الاهلال نادي سندونز سبحان الله ربما يكون طبيعي ان الفرق لما تلاقي فريق قدامها متكتل في الدفاع تتجه الاطراف على العكس ده سندونز فضل تسعين دقيقة بيخترق عمق نادي الاهلال بطريقة فظيعة جدا ودفاع نادي الاهلال عمل كم هائل من الاخطاء الساسجة منها واحدة من الاخطاء الساسجة جدا 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 للمساكين الحالة اللي احنا هنشوفها حاليا دلوقتي نادي الاهلال واقف في الملعب بطريقة خمسة اربعة واحدة تعالوا نبص كده نادي سندونز مصر تماما ان هو هيخترك من العمق تحط خمسة تحط تسعة انا هخترك انا هخترك من العمق عمل ايه بقى؟ رغم خمسة هتنركز معاه ازاي هيتسحب لبرا هيتسحب لبرا بشكل لطيف قوي وتتعامل مساحة ورا ده مش اموره خمسة اموره اتسحب لخارج المنطقة واتقلقت ورا مساحة خلت الفريق سندونز يوصل للمرمى بانفراض تاني نشوف فيه الكرات اللي قدام خط منطقة التمنتاشر كل تركيز سندونز فيه اللعب الكرات على الارض والاختراك من العمق حتى هدف المباراة الوحيد اللي جيه من تزديدة كاب برضو من تزديدة من امام منطقة التمنتاشر وحصل فول واب بعد محارس المرمى صدايات ديكو اعتقد كرة الهدف تقريبا ونشوف كل ده فيه عشوائية الفريق عشوائي للغاية في الوقفة فربما تكون دي يعني فرصة دي هنحننفهم ان الفريق ربما سندونز وحللين سندونز اتفقوا نبعد يا جماعة عن الكرات العرضية لان ادفاع الهلال السوداني يمتلك اطوال قامة طويلة وده كمام شتوب لعب سندونز احنا عرفينه من زمان بيلاعب كرة على الارض بوسك ابتسلم كل حجماتهم اللاعب ياخد الكرة ويتجه لهم كما بس المهم بيكون فيه عنده اتنية ارتكاز وقفين بيظهرهم لحارس مرمى الهلال يستلموا الكرة ووان تو او وان سري هوب تلاقي اللاعب على طول انفرض بالمرمى هنا بتحتاج حاجتين بتحتاج تحرك بدون كرة كتير العيام السابتة وكمان بتحتاج سرعة بالغة في عملية التمرير وده اعتقد ده بقى كرة الهدف ده التسديدة وبص فيه مساحات كبيرة جيت رغم الزحمة في زحمة اه لكن زحمة سلبية مفيش منها اي تأثير على هجوم سندونز نشوف نكمل نجيب المشكلة الكريم اللي بتكلم فيها اللي هي الزينفورتين نكمل بس نجيبها نلاقي ان هم عندهم مشكلة واضحة في عمك الملعب عايز تكسب الهلال السوداني لازم تستغل عمك الملعب لعب على كده اللي هي المساحات اللي ما بين الخطوط وعايز فتنس ليه بص هنا بص يا كريم المساحة ده في وسط الملعب هنا ده الحتة ليه لان هم بلعبوا بارتكاز واحد واثنين قدامه عبد الجليل اجا جون والارتكاز التاني اللي هو اللي هو العيب الغاني بيكمله القدام فبيبقى فيه مساحة في وسط الملعب ده الجون اللي تلغى طعنا اتفرج عليه برضو انت جيبت الجون اللي جيه هدف صحيح تعال اده برضو كان هدف صحيح واتلغى هنا التركيز ان الوينج مورينا اللي هو الجناح اليمين بتاع صندوق والتاني فين يعني الاتنين اللي قدام هنا في عمك الملعب فاضي بص هتلاقي عمك الملعب بص بيعمل البيانية منين تخيل الجون ده حسب اوف سايت وهنا السؤال ليه ما فيش فار في دور الراحة انا كنت باسأل عليه انا كنت فاكر ان هو السنة اللي فاتت قال ان هنلعب في الفاطئة او هنلعب في دور التمانية او ابتدائم من السنة الجاية الكلام ده قاله السنة اللي بيه ولكن لم يعد وعايزين نخلي بانك بالسام دي نقطة مهمة جدا ان لعبة زي دي يعني تتلغي ده الولد فارب اتنين متر دوط متر لو ممكن نرجع اه عشان نجي فيه صورة ايه ايه باس هي الصورة دي بص دي واضحة اه بص المدافع اه ده هدف في الشوت التاني ده هدف التاني بص المساحة كبيرة اولا كبيرة جدا واللاين زي ما نرفع ده عايزين بس نخلي بالنا ان في دور التمانية اه في دور التمانية ربما نتعرض اه اه الفكرة كمان الجون جاي من هنا جماعة جاي من العمق عشان كده مهم الاتنين الارتكاز اللي هم المسندين لازم يكملوا في حتة عمق الملعب سواء بدأ بقافشة سواء جندوزي سواء حمدي فاتحي ويتحرك كتير لازم تحرك كتير ما بين الخطوط في الحتة دي لازم الجناح يطع لجوه واللعبة الارتكاز تكمل في الحتة دي تحديدا حتى نكمل حتة دي تقولها حتة مهمة جدا ان المطش الساعة ثلاثة العصر واحنا دايما عندنا يعني ازمة بدنية مع مطشط ساعة ثلاثة العصر اللي احنا متعودين نلعب ساعة ثلاثة العصر حبنلعب لخمسة حبنلعب سبعة او ثمانية بالليل فاحنا محتاجين فعلا واحدة من النقطة المهمة اللي اتمنى محلين الاداء في الفريق يبقوا قايلين لكلر احنا محتاجين حتى نكسل الفريدة نهاجمهم بالعمق بس عشان هاجم العمق بحتاجين نحن فتنس كويس طب عشان نحن فتنس كويس هنبسلت العصر فبحتاجين نلام بدري ونصحة يعني هي محتاجة لكشة تنظيم كاتل اسلام عشان نقدر لان نحن بالضبط لو احنا روحنا او هم اكبرونا نلعب على الاطراف هيبقى ميزة لان هم عندهم اطوال في الدفاع نجيب بقى البلد اوب بتعاني اتفرج على بناء الهاجمة بتاعهم مهم جدا ازاي هم بيبنوا الهاجمة هنا هم عندهم طريقتين للبناء الهاجمة البلد اوب تنظيم الهاجمة بتاعهم من ورا هنا الباكليفت اموره ده على ايه دايرة وعثمان ديوف اللي هو المساك التاني هنا بيقول له ايه اموره بيقول له اجاجون عبدو اللي هو النيجيري انزل انت استلم عشان تسحب معاك اللي هو الجناح اليمين بتاع سانداونز وانا هاجري في المساحة الفاضية دي دي اول اول حاجة في بناء الهاجمة بتاعهم بص هنا نكمل هنلاقي ان هو بظاها للاجاجون والباكليفت نركز معه بس شوف هيجري فيه هنا الباكليفت جيره الباكليفت ده واحد من مفاتيح اللعب واكتر لعب صنع فرص في مباراة سانداونز اللي هو الباكليفت الغني بتاعهم والكروز بتاعهم هم نكمل برضو هتلاقي بصوا جيره الفين وعمل العرضية فدي واحدة اول طريقة عندهم في البلد اوب او بناء الهاجمة من خلال الباكليفت طيب تعال نشوف الطريقة الثانية بيبنوا الهاجمة ازاي من خلال عندهم تنوح هنا بيعتمدوا على المدافع اللي جايبينه اللي هو السنغالي عثمان عثمان ديوف اللي هو رقم ثمانية وتلاتين دوت عمل اتناشر تمريرة طولية في مباراة سانداونز ده دليل عليه دليل ان الراجل ده مفتاح بناء الهاجمة لازم يتم الضغط عليه ممكن اسيب المدافع الثاني وخلي المهاجم بتاعي يروح ليه عثمان ديوف اللي دايما بيحضر على اللي هو الجناح اليمين كل دي الالعاب احنا جايبينها هو عمل اتناشر تمريرة طولية فانا لازم اعمل ضغط لازم اكيد مرس الكولر هيخلي المهاجم يروح على عثمان ديوف ويسيب المساك التاني لان ده اللي كورته اعلى فانا لازم اقلل الرزق اقلل عملية بناء الهاجمة وامنع بناء الهاجمة بتاعهم من بادري هنا لولوبو اللي هو الوينج الجناح السريع بتاعه واحد من الجناحات الممتازة هات برضو الكرات بتاعت لولوبو لان نتكلم على اللعيب لولوبو الجناح اليمين اللي هم تحرق جدا وسريع ويخش كمان لو عمكوا بيعامت دور مهاجم تاني وعنده سرعات عنده سرعات دي نقطة مهمة هنا برضو لولوبو هنا المدافع اللعبها لولوبو اللي هو بيتحرك ما بين الخطوط نفس الشكل بص عمالة اللعب عمالة تتكرر واضح ان ده باترن او اسلوب بناء الهاجمة بتاعهم احنا برضو عايزين يا كابتالسلام بجد نفتكر الحلقة دي كويس عشان ميجي نحل إن شاء الله سانداونز ان طلع لعيبة صغيرين كتير شفناه ما عندهمش خبرة بس اللعيبة عندهم حيوية ومدينهم فعلا مدين سانداونز سرعة اكبر بكتير من سرعة الفريق اللي احنا لعبناه السنة اللي فاتح بس احنا بتركز مع الهلال الهلال فعلا فريق عنده بقى مدير فني جيد ومدير فني منظم بس هم مازالوا عندهم برضو بعض العشوائية لو ممكن نجيب ده اللوبو طب متحرك جدا بصراحة وعنده لا مركزية في الثلاث مراكز الاممية بس هنا اللوبو بيجري برضو الكرة بتتلعب له ناحية اليمين بس هنا فانش لهم بتاع وحش بس جلاء جاب سبع تجوان أو تمن تجوان في الدوري السوداني برضو يعني كويس كامل احترامي يعني مش مقياس يعني اللوبو بيعمل بالعرض اللي هنا العبدالجليل اجاجون هنا انا اتوقع ان الجناح الايصر اللي بدأ المباراة اللي فاتت مكانش مجتنع به اول مدرب وخرجوا ما بين الشوتين فحيبدأ بمين بقى بياسر متزمل اللي نزل الشوتك تاني وتقلق في مباراة سانداونز واحد من الاسلحة المهمة لما بينزل يمين بيودي للوبو نحية الشمال هنا بص الجنين اللي جابوهم في ينجي افريكانز وعدوا سان جورج الأسيوبي يعني فريق ويس ده ياسر متزمل اللي هو الجناح اليمين دايماً حيرميه وراء معلول فده اللي يازم نخلي بالنا منها اللي هو لان الجناح ده عنده سرعات وانا فاكره من مباراة اللي فاتت بتاعت السان اللي فاتت كان عنده سرعات ياسر متزمل رقم 9 ومحمد عبدالرحمن رأس الحربة ده نفس الجون يعني اللي يركز هيلاقي نفس الجون اللي جابو ينجي افريكانز في تنزانيا نفس الجون اللي جاي فين؟ في السودان في الزهاب والقياب برضو تلعبت تمريرة طولية الياسر متزمل اللي هو الجناح اليمين اللي بيلعب بالعرض لمحمد عبدالرحمن اللي هو المهاجم بتاع الهلال اللي قدر من خلالها يسجل نفس الجون كربونة الجون ده نفس الجون ده فلازم نخلي بالنا ان بنسبة كبيرة هيبدأ بياسر متزمل نحية اليمين وللوب وحيودي نحية الشمال ومحمد عبدالرحمن هو اللي هيبقى المهاجم نسبة كبيرة معانا برضو احصائية مهمة ده فجوة وسط الملعب اللي احنا اتكلمنا عليها اين؟ ده طبعا ده شكل التلاتة الارتكاز هم بيلعبوا بالأربعة تلاتة تلاتة ده بيبقى بوكبال اللي هو وليه الدين خدر وعبدالجليل أجاجون واللعاب الغاني التلاتة الارتكاز ودي على الأطراف أربعة تلاتة تلاتة ودي التلاتة لفسط الملعب هنا وجود وليه الدين خدر لوحده بتعملهم مشاكل لانه بيبقى فيه مساحات زي ما قلنا في الزون 14 وفيه بين الخطوط وفي عمق الملعب هنا الصورة دي موضحة المشكلة اللي عندهم وكان سانداونز عندهم اتنين لعيبة بيلعبوا بالشمال كويسين اول اللي هو رقم 35 ده في سانداونز دايما بيخش الجوء واللعاب التاني فواضح ان محلقين الأداء فعلا زي ما كريم قال في سانداونز كانوا معتمدين ومذاكرين الفرقة بشكل كويس ان انا حبازي دايما في منطقة الزون 14 اللي هي في العمق وهنا اغلب الهجوم جي من خلال الحتة دي وهنا احصائية مهمة جدا كابتن اسلام اللي هي معانا كام لاعب من الهلال السوداني شارك في بطولة كاس الأم الأفريقية للمحلين اللي هيت لابت كام لاعب؟ تمانية 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 اوه ستة لو نستعرضها سريعا كده معانا ستة كان في المنتخب السوداني وواحد كان في منتخب السنغال وواحد كان في منتخب غاني ثمان لعبين. ثمان لعبين. يعني شاركه في اه كاس العلم الاندية. اه. تسعة. تسعة. هم تسعة. تسعة. تسعة كمان. اه. محمد عبد الرحمن. ياسر متزمل. وليد الشعلة. عبد الراوفي عكوب. علي ابو عشرين حرس المرمى. وليه الدين بوجبة. موفق صديق. دول السبعة دول من السودان. عثمان ديوف اللي هو المدافع اللي اتكلمنا عليه المميز السنغالي. وديفيد اباجنا اللي هو اللعيب صنع الالعاب. فدي حاجة تبين لك ان هم مختلفين عن السنة اللي فاتت بشكل كبير. نجيب بس برضو ترتيب الدور السوداني. تفضل. ترتيب الدور السوداني مهم جدا بيبقين لك الفرق ما بين كوة الهلال وكوة المريخ. الهلال اقوى بكتير من المريخ السوداني. لان الهلال واضح ان هو هتبصوا في الاركام هتلاقيهم المتصدر الدوري. بفارق نواط عن المريخ كمان. اه لعبه سبعتاشر اواو 18. اه لعبه سبعتاشر مباراة. سبعتاشر مباراة هاة متصدرين الدوري. وماعدل الاهداف كمان كبير. يعني بيجيبوا اكتر من هدافين. اه. اه فده مقارن. ادي الجدول قدامنا هوا. الهلال لعب سبعتاشر مباراة باربعة واربعين نقطة. جايبين كام جون بقى اتنين واربعين جون في سبعتاشر ماتش. اتنين واربعين جون اه. بس بس المريخ مسجل كاما كريم سبعة وعشرين بس بص الفرق في كل هجومية اتنين واربعين ده ده جايب اكتر من ضعف بالفرق انا فاهم بس هو فرق نقطتين ودفع المريخ افضل بس يا نقطة طبعا الهلال اقوى بكتير من المريخ المنافسة المحلية لها شكل مختلف عن المنافسة القرية احنا اكيد كابت اسلام ان النادي الاهلي في كل الخطوب بصراحة فجوة ما بين لعبة الاهل والنادي الهلال السوداني هيحاولوا يشدونا لملعب الساعة ثلاثة العصر للشارع ده الشارع اللي احنا دايما بنقرأ نحنا نمشي فيه بصراحة فاحنا محتاجين نستعد للحتة دي بشكل كويس لان ربما احنا دايما في المنشاط دي بنلعب شرط تاني افضل هدايما في المنشاط ساعة ثلاثة العصر وبنلعب الشرط التاني احسن من شرط الاول نتمنى ان احنا نلعب التسعين دقيقة بنفس الرتم وكمان نخلي بالنا ان دايما اي فليق افريقي بيلعبنا بعد الموديل اندية بيبقى نازل قدامنا بكامل الحيوية وكل الحماس لانه بيلعب ممثل افريقيا في المونديل اللي عنده حماس كبير جدا فان شاء الله بإذن الله بإذن الله نحقق الفوز الاول في تاريخنا على حساب الهلال السوداني في ارض يا رب ان شاء الله وتكون ويكون الفوز الاول في هذه المباراة على رغم من صعوبة هذه المباراة ولكن ان شاء الله نادي الاهلي قادر انه يعدي بهذه المباراة انا بشكرك شكرا جزيلا احمد بشكرا جزيلا كريم على وجودكم معنا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كانت هذه حلقة نهاية الاسبوع ان شاء الله يوم الحد تقي معا حضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير